اكد الكاتب سعد راشد في مقالة نشرته صحيفة الوطن بعنوان رشاوة قطر لشراء ذمم المؤثرين بالعالم إلى متى اكد ان النظام القطري مستمر في محاولات شراء الذمم وتقديم الرشاوة لتلميع صورته الملطخة بالفساد امام العالم فضيحة تتلو فضيحة وقضايا متعددة في جميع اقطار العالم نظام لا يعير اي اهتمام لسمعته امام المجتمع الدولي ويمارس العاب القذرة في الدول العربية حتى باتت الشعوب تشمئ الزمن بعد فضائح الرشاوة التي كشفتها الكثير من التقارير حول دفع قطر رشاوة تبلغ قيمتها 880 مليون دولار لمسؤولين في الفيفا بهدف استضافة كأس العالم حتى ظهر تقرير نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية يكشف عمليات مشبوهة في مختلف انحاء العالم حيث كشفت تحقيقات في قضية مالية بتورط رئيس تنفيذي وثلاثة من كبار المدراء التنفيذيين في بنك باركليز بعملية غير قانونية مع قطر حيث بلغت الرشاوة بالبنك لإخفاء تحويلات النظام القطري 11 مليار و800 مليون جنيه استرليني ولم ينتهي الأمر إلى هنا فقد كشف مكتب الادعاء العام في نيويورك تورط النظام القطري وبالتحديد البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في فضيحة من العيار الثقيل بعد أن قامت البعثة بتقديم هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة في المطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية ولم يكتف النظام بذلك فقد كشفت مجلة واشنطن إكزامينر عن تقديم قطر رشاوة لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأمريكية لنشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة للرأي العام الأمريكي الأمور لا تقف عند هذا الحد وفضائح الرشاوة التي تكشفها وسائل الأعلام والمؤسسات الأمنية في العالم لا تنتهي فهي تحتاج إلى مجلدات لسردها فهذا النظام لا يكترث بتلك الأموال التي تدفع من أجل التستر على فضائحه المتعلقة بدعمه وتمويله للكيانات الإرهابية إن موضوعات فضائح النظام القطري بالرشاوة التي يقدمها إلى الأفراد في المؤسسات الدولية والمالية والرياضية جميعها دليل واضح ولا يقبل الشك بأن هذا النظام ممول لكل كيان وتنظيم إرهابي وأن تلك الرشاوة جاءت من خزينة دولة قطر والتي من حق الشعب أن يستفيد منها خير استفادة في المجالات التنموية بدلا من أن توضع في جيوب ضعاف النفوس للتستر على فضائح التحويلات المالية للتنظيمات الإرهابية أو لتلميع صورة الدوحة المخادعة أمام الرأي العام العالمي فالدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد كشفت حجم التنمويلات لتلك التنظيمات بأدلة دامغة ولكن يبقى السؤال إلى متى سيستمر هذا النظام بدفع الرشاوة لشراء ذمم بعض المؤثرين على القرارات في الدول الكبرى والمؤسسات الدولية ترجمة نانسي قنقر